دعوة إحصائية دقيقة كم لاعب ومدرب لديه مشاكل حاليا يعني أكو دعاوة مثلا عندي أكو دعاوة مشتركة أكو دعاوة عراقية مثلا هسا إحنا لا يجب أن نقسمها يعني عندك الدعاوة اللي منظورة عندي أمامي أنا حاليا من 27 إلى 23 إلى 30 دعوة هاي الموجودة العراقية العراقية الصرف مدرب و لاعب لهم مدرب و لاعب ضد نادي هذا أني الموجودات تنظرهم 74 دعوة حسمت في زمن لجنة الهيئة التطبيعية 74 تقريبا بها الحدود أيضا عندي دعاوة مشتركة ما بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد العراقي بحدود تقريبا بحدود 47 والدعاوة الأخرى بالمئة و 63 يعني أضافت سيد عدنان درجال أضاف لي جهد أيضا آخر أنه ليس بس الدعاوة المقامة عندي لأنني عندي دعاوة من زمن الكابتن حسين سعي و دعاوة طلعتها بحدد بل 300 و صليت 200 بس الحمد لله بل هاي ليش مضمو ما كانت ما أعرف هي في وقتها تدري الاتحادات السابقة أو اللجان السابقة ما كانت ترفع لأن تدري في وقتها لا ربما لدعاوة التخابية ما أعرف يعني ما كانت ترفع ولا صادق عليها الاتحادات السابقة للأسف ما أعرف يعني أجهل لذلك أنا طلعتها نفضت ترابها و طلعتها لأنه أنا مو تنساء تراب كان عليها يعني مو كمبدأ أساسي لازم أنظرها لأنه جانت أمر من التطبيعية أنه أنظر كل الدعاوة فالحاجة أياد ابنيان يعني أكثر من مرة أكد على مسألة مهمة أنه مراعة حقوق الناس وأني الرجل أنا ما أقبل أعمل بلجنة و أمكدس دعاوي في الدواليب و لن أقبل لو مهما كانت الأمر سوف أعمل بما يمليه ضميري مهما كانت ولكن بعض الأندي يعني حقيقة تجاوبت مثل نادي الجوية بس أريد جواب صريح ليش مضمومة سابقا هاي الدعاوي هي يعني لجان السابقة يعني تتقول يعني متروكة و مو قليل مو بالعدد القليل يا أستاذ يعني هواية كل شيء هواية زين هاي ممكن تودي بينا للحرمال لتوقيف الدوري لا مو هو لأنه جانب بعد إحنا جتنا مدة بالاتحاد الآسيوي عرف و هذول أغلب اللاعبين و نشتكوا بالاتحاد الآسيوي فجت كتب مراسلات من الاتحاد الآسيوي يعني مصادرنا تقريبا ما يقارب من 350 إلى 400 شكوة نعم كانت أكثرها و طلعناها يعني صحيح يعني الاتحاد الحالي و الاتحاد الزمن لعياد ابنيان فعل عمل لجان كثير و منظمنا لجنة شؤون اللاعبين و أنا لم أقبل نهائيا على نفسي أنه أعمل في لجنة و يعني تترك دعوة لمواطن أو لاعب أو أو نادي و عسى كواندي بالمناسب كواندي كسبة دعاوة على لاعبين تركه نادي الديوانية كسب دعوتين كابتن عزيان حنكوشي تحياتي إلا كسب دعوتين أيضا اليوم واحدة من نادي الصناعات مثلا نادي الصالح بعد اللاعبين نحن سوينا جود يعني مثلا كابتن تحياتي إلى كابتن يعني مدرب المنطقب الوطني لحراس عماد هاشم يعني صار تفاوض معاه أنا اتصلت به فقال لخاطركم أنا راح مثلا تنازل عن دعوتين لوحدة للطلبة و وحدة للجوية والأخوان شكروا طبعا تمام